مرئي مع بعض فقراتنا وصلنا لفقرة مهمة جدا يمكن كلنا بنبقى مستنيين اليوم ده علشان ليقدر فينا يعمل اي حاجة يقوم بيها نهاردة هنتكلم عن تنظيم الاحتفال بيوم اليتيم يمكن من كل سنة وتحديدا في اول جمعة من شهر ابريل بنحتفل كلنا بيوم اليتيم هنتكلم عن يوم اليتيم السنة دي ايه الجديد اللي هيتقدم في يوم اليتيم السنة دي الاحتفال هيقام فين والمؤتمرات هتقام فين ايه الاختلاف عن الاحتفال السنة دي في 2014 عن الاحتفالات الأخرى اللي أقيمت على مدار السنوات الماضية هنتكلم عن الموضوع ده وبالتفصيل النهاردة من دفتنا اللي بنورانا النهاردة في الستوديو الأستاذة صحر الشربيني أحد منظمة احتفالية عيد اليتيم أستاذة صحر صباح الخير صباح الخير يا فاني أهلا ربنا يقويكوا والحقيقة أنتوا بتقوموا بمجهود يعني كبير لكن عايزين نبدأ في التفاصيل نعرف أكتر عن الموضوع يعني المفترض السنة دي هتعملوا في أول جمعة من شهر إبريل هتبدأوا عشان تعملوا احتفالية عيد اليتيم مظبوطة ايه الجديد السنة دي اللي هتقدموه في احتفالية عيد اليتيم في أول جمعة من شهر إبريل وايه الحاجات اللي هتقدموها المختلفة عن السنين اللي قدمتوها السنة اللي فاتتوا لأبلها الشعب المصري كله في الشهداء اللي سقطوا النهاردة ووزارة الدفاع وان شاء الله بإذن الله يعني مصر هتعدي بين المرحلة دي ومصر هتبقى سالمة بإذن الله نرجع لسؤال حضرتك احنا السنة دي زي كل سنة زي ما حضرتك قلت بنبتدي شغل اليوم اليتيم من فترة من شهرين أو ثلاثة قبل أول جمعة من إبريل يعني من أول يناير كل سنة بنبتدي نجهز اليوم اليتيم لأنه طبعا احنا بنكون بنتعامل يمكن مع مئات الجمعيات اللي بنجيب منها آلاف الأطفال احنا كل سنة الاحتفال ما بيقلش عن من 12 ألف 15 ألف طفل يتيم ده في القاهرة بس القاهرة الكبرى بما فيها الجيزة يعني فطبعا دول بيبقوا محتاجين تجهيزات كتير قوي وبيبقوا محتاجين نأمن لهم الوجبات بتاعتهم بيبقوا محتاجين نأمن لهم اللبس الجديد اللي حيلبسوه فالموضوع بيبقى محتاج تنصيق كبير قوي من أول السنة الجديد السنة دي عندنا انه احنا جمعية الأرمان بدأت من أول 2014 رصدنا مبلغ 100 مليون جنيه ده حينفق حيتم انفقه على مدار السنة كلها بالكامل وليه يا فندم هو الميت مليون جنيه دول بيتموا عن طريق التبرعات طبعا بالكامل كلها تبرعات يعني الجمعية عندنا بالكامل كلها تبرعات من المصريين المصريين سواء المقيمين في مصر أو المصريين المقيمين ده اللي بتدروه على مدار السنة كلها بالضبط وتبدأوا تنفقوه من أول شهر بزرعة في السنة علشان تبدأوا على يوم أربعة لا إحنا السنة دي خصصنا 100 مليون جنيه من ميزانية الجمعية حيتم انفقهم على مدار العام بالكامل في مشاريع بتصب في النهاية في مصلحة اليتيم زي إيه زي مثلا أنا لما بدي لأرمالة بطرع أيتام لما بديها مشروع تكتسب منه رزقها أنا في الآخر الفايدة بتعود على الطفل اليتيم أنا لما بعمل عملية قلب أو عملية عيون مجانية لطفل علشان لو في عنده مشكلة في عينيه لو بيعاني من مشكلة في القلب فأنا ده دي في مصلحة الطفل اليتيم أنا لما باجي أعمل زواج يتيمات ده في مصلحة الطفل اليتيم لما باجي أسدد ديون الغارمين الأم اللي بتبقى للأسف حكم عليها في قضايا شكاية أو كنبيالات خلينا نقول على مبلغ بسيط يمكن ممكن يوصل فأحيانا لسبعمائة تمنمية جنيه وأحيانا طبعا بيبقى أعلى بيوصل لعشرين ألف جنيه الأرمالة دي بتبقى سايبة أطفال أيتام في البيت الأب مش موجود متوفى وهي للأسف سجنات بسبب الدين ده فإحنا بنحاول نعمل كل الأنشطة دي على مدار العام بما يصب في النهاية في مصلحة الطفل اليتيم يعني بتبقى رعاية وخدمات طبية واقتصادية بتصب في مصلحة الشخص اليتيم أو الطفل اليتيم مظبوطا جميل جدا ده هتبدأ وتعملوه برضو بتبدأ وتعملوه من شهر إبريل ولا ده بيبقى على مدار السنة كلها المبلغ ده السنة دي دي حضرتك دي الحاجة الجديدة للأرمال عملتها السنة دي إن احنا من أول السنة من أول 2014 رصدنا مبلغ المئة مليون جنيه دول بيوزعوا بقى بالكامل على مدار العام على العمليات على المشروعات المتنهية الصغر على سداد ديون الغارمين على تزويج الفتيات اليتيمات وهكذا يعني حصل فعليا نماذج من العمليات من الخدمات يعني بيقدر نقول الرعاية والخدمات الحالية التي تتهمت فعليا من والمئة مليون بيقدروا أنهما يكفوا احتياجات الأطفال الموجودين على أقل تحت رصدكم خليني أقول لحضرتك هو باستمرار بيبقى فيه احتياج للمزيد لأنه أنت حضرتك بتساعد أعداد معينة في محافظات معينة في قرى معينة في المحافظات دي بتخلصي القرية دي بيبقى فيه غيرها قرى تانية في نفس المحافظة أو في محافظات أخرى فهو إحنا باستمرار يعني ده عمل مستمر يعني ده عمل مستمر واخد صفة الاستمرارية مش إنه المبلغ ده يعني ما نقدرش نقول إنه المبلغ ده طبعا هيحل أزمة كل الأيتام الموجودين هو أنتوا تحت رعايتكم بيبقى مناطق معينة أو أولاد معينين يعني مثلا فيه محافظات معينة بعينها هي اللي بتكون تحت رصدكم وتحت رعايتكم أنتوا أو اللي بتبقى ماشي عشوائيا اللي بتشوفوه اللي بتقدروا ترصده حقلته هو اللي بتضموه للرعاية خلينا نقول إنه إحنا بنشتغل في محافظات الجمهورية بالكامل وإحنا فتحنا فرع جديد في أوائل مارس في حلايا بوشلاتين إحنا أول جماعية تفتح فرع في حلايا بوشلاتين لأنه طبعا مش مفروض إنه إحنا ننسى جزء عزيز جدا من مصر محتاجين مساعدات محتاجين مساعدات في مجال التعليم محتاجين مساعدات في مجال الإعاشة في مجال الصحة زي ما بيقول لحدك إحنا واخدين مصر كلها وإن كان إحنا تركزنا الأكتر على محافظات السعيد أيوة يعني يمكن أقول لحضرتك اللي بتعاني اللي عندها معاناة شديدة بالضبط يعني يمكن نسبة 85% من ميزانية الجمعية عندنا على مدار السنة بتنفق في السعيد وال15% البقائين بيبقوا في محافظات وجه بحري لأن الحالة أحسن شوي في محافظات وجه بحري تمام مين الشخصيات أو مين أهم الشخصيات اللي هتكون موجودة في يوم الاحتفال بعيد بيوم اليتيم نشوف طول الوقت في الاحتفالات دي بيكون في شخصيات كتير معروفة من فنانين للشخصيات عامة للشخصيات سياسية وقتصادية واجتماعية مين أهم الشخصيات اللي هتكون متواجدة معاك في الاحتفال وهتكون متواجدة معاك وكمان في المؤتمرات اللي هتقام قبل الاحتفال خلينا نقول طبعا أن مصر كلها معزومة معنا في يوم اليتيم أي حد يقدر يبقى موجود وإذا كنا هنتكلم بالتحديد على المؤتمر الصحفي خلينا نقول أن بالفعل فيه شخصيات عامة بتبقى حريصة جدا جدا كل سنة من 11 سنة اللي فاتوا من أول ما بدأنا في يوم اليتيم بيبقوا حريصين جدا أن هم يبقوا موجودين معنا الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الأنبى بسانتي عادة بيبقى موجود وإذا ما كانش موجود لو كان بيبقى خارج مصر بيبعث من ينوب عنه شخصيات فنية كتيرة جدا بتبقى حريصة أنها تحضر شخصيات في المجال الرياضي بتبقى حريصة أنها تحضر طبعا وزير التضامن الاجتماعي بيبقى متواجد معنا وزير التربية والتعليم ففيه شخصيات بتبقى دايما حريصة كل سنة أنها تبقى معنا النهاردة كمان فيه أو يمكن الشهر 4-2014 مختلف عن السنين اللي فاتوا في الاحتفال أو في المؤتمر المطار السنة هيقام في صوت والضوء بالأهرامات إختارتوا ليه المكان ده طبعا مكان جميل حقيقي ومحتاج أعتقد برضو تصريح وحاجات كتير منكم مجهود فليه إختارتوا المكان ده؟ أنا زي ما أقول لحضرتك إحنا بدأنا للشغل في يوم اليتيم من أول السنة وبالفعل التصريح الأمنية موجودة باستمرار دايما الأمن سواء وزارة القوات المسلحة ووزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو المطافي دايما باستمرار بيبقوا متواجدين معنا وبيأمنوا لنا المكان بالكامل إحنا اختارنا الصوت والضوء إحنا كنا حابين نختار مكان خلينا نقول إيه نستفيد يعني نعمل مناسبتين في مناسبة واحدة أولا أن نسبة يمكن السنة اللي فاتت لو حالك تتذكري معي إحنا كنا عاملينه في القلعة وكان تحت اسم مصر آمنة سياحيا في يوم اليتيم إحنا السنة دي عاوزين نؤكد على الموضوع ده طبعا الصوت والضوء من أشهر الأماكن السياحية في العالم عاوز أقول لحالك أن وزارة المجلس الأعلى للأثار ووزارة السياحة رحبوا جدا بنا الحقيقة وسهلوا لنا أخذ التصريح وساعدونا جدا في أن نحتفل في المكان ده لأنه ده في الأول ولا في الآخر بيبقى المردود على مصر كلها وهو ده الهدف من الإيفنت كله بالكامل طيب عظيم جدا فكرة هيلة جدا وبتصبف أكثر من الحاجة يعني مش بس طيب بس أنتم مش خايفين أنه مكان زي ده ويوم مفروض أنه هو معروف لكل الناس يعني مأمنين الاحتفالية بشكل يقدر يضمن لكم من الأمان بعد الأحداث اللي بنشوفها خصوصا في الأيام الصعبة اللي بنعيشها دلوقتي من عمف كبير جدا بنشوفه من جماعات إرهابية نحن عندنا ثقة كاملة في الشعب المصري بالكامل بالكامل أنه اليوم هيخرج إن شاء الله بالشكل المطلوب هيخرج بالهدوء المطلوب هيخرج والولاد كلهم إن شاء الله حيبقوا مبسوطين بإذن الله وأنا زي ما قلت لحضرتك أنه الحمد لله قواتنا المسلحة ووزارة الداخلية بالكامل متعاونين معنا إلى أقصى حد علشان نقدر نخرج اليوم ده بالشكل اللي يسعد الأطفال الموجودين لأعداد الكبيرة الآلاف اللي بتبقى موجود سواء في القاهرة أو في المحافظات لأنه برضو خلينا نقول إن إحنا الجمعية عندنا بتعمل احتفالات موازية احتفالات موازية في المحافظات في المكان نفسنا في المحافظة نفسها بالضبط يعني دايما هتلاقي حدث كل محافظات مصر فيها احتفالات بيحضرها المحافظين بيحضروها مع مكاتبنا اللي هناك برضو بنعمل فيها فرح حفل زفاف جماعي بنعمل فيها احتفالات مجمعة للأطفال الأيتام في المحافظة دي فإن شاء الله مصر بالكامل هتبقى آمينة في اليوم ده إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق كم طفل تقريبا بيشاركوا في الاحتفالية دي معاكم هنا مش هتكلم عن المحافظات لأنه ده يبقى يعني محتاج رصد كبير لكن الاحتفال اللي هيقام إن شاء الله سنادي هيكون فيه كم طفل بيشارك فيه خلينا نقول مكان الاحتفال الرئيسي هيبقى فيه خمس تلاف طفل ده بخلاف تقريبا حوالي يمكن من 23 ل25 مكان على مستوى القاهرة الكبرى ما بين نوادي ما بين جامعات ما بين مدارس ما بين مدن ملاهي مختلفة الإلساعات فالعدد الإجمالي إن شاء الله إن شاء الله حيوصل إلى 15 ألف طفل بإذن الله هل فيه شروط للجامعيات المشاركة مثلا في الاحتفالية دي لو حد من الجامعيات الخاصة أو الحكومية حابنا نتشارك معاكم في اليوم ده هل فيه شروط معينة إنتوا بتقروها هو إحنا بيبقى الورق مجرد أنه هو واخد الأختام الرسمية من وزارة التضامن الاجتماعي إن بتبقى الجامعية مشهرة بشكل رسمي واخد الختم بتاعها وبتتقدم لنا بأعداد الأطفال وأساميهم وأعمارهم وإن شاء الله بيبقى الاشتراك من أسهل ما يمكن معنا يعني قدروا يعملوا من دلوقتي يعني لحد أول جمعة من إبريل لا يعني خلينا لغاية أول جمعة من إبريل حيبقى الوقت ديق قوي طبعا أنا من دلوقتي لكن هو لازال الباب مفتوح لغاية آخر الأسبوع إن شاء الله جميل جدا أستاذ صحر الاحتفال بيوم بعيد أو بيوم اليتيم ده بيكون أول جمعة في شهر إبريل هل هو مقتصر على اليوم ده بالتحديد ولا أنتوا برضو بيبقى عندكم بقية الشهر كله إن هو شهر إبريل اللي هو محدد ومخصص للأطفال الأيتام بيبقى برضو فيه احتفاليات صغيرة على مدار الشهر خليني أقول لحضرتك التطور السريع كده بتاع يوم اليتيم يمكن إحنا دي سنة الحدواشر الحمد لله في السنين الأولانية كان الاحتفال بيبقى مقتصر على شهر إبريل قبليه بخمساشر يوم بعديه بخمساشر يوم بدأ بعد كده الاحتفال أو الاحتفاء والاهتمام باليتيم نقوم بموضوع الفكرة كلها إنه إحنا كجمعية مش الهدف في الاحتفال الهدف في أنه أنا أدي اهتمام للطفل اليتيم طبعا الطفل مش محتاج اهتمام في شهر إبريل بس اهتمام على مدار السنة اهتمام بالزيارات اهتمام بالاحتواء اهتمام بأنه بيبقى مندمج في المجتمع فخلينا نقول أنه الحمد لله وصلنا إلى أنه بقى الأطفال الأيتام محط اهتمام كل الفئات بتاعة المجتمع المصري على مدار السنة كلها بالكامل وهو ده الهدف الرئيسي من بداية الفكرة من بداية فكرة يوم اليتيم هل يكون عندنا أطفال صغارين جدا سنة يمكن بيوصل لسنة وسنتين وأقل من كده في دول الأيتام اه طبعا وأيام دول الأيتام بيبقى فيها أطفال من سنة أيام دول فعلا بيبقى محتاجين رعاية نفسية مهمة جدا حضرتك في كل مراحل سنية للطفل هو محتاج رعاية باختلاف أنواعها صحيح أعتقد أنه بالتهيالي لو في طول السنة الناس بتيجي تشارك معاكم يعني ده مهم أن احنا نعرفه ومهم أن احنا نواجه الناس لو حبين يعملوا ده يقدروا يعملوا على مدار السنة كلها خليني أقول لحضرتك أنه هو الشعب المصري أنا مش بحتاجة طبعا أنا أتكلم عن الشعب المصري وعن كم الخير اللي موجود وكم العطاء اللي موجود في داخلنا كلنا كشعب مصري إحنا يمكن في بداية الفكرة ما بدأت في سنة 2004 كانت الناس شوية مستغربة يمكن كانت الناس شوية مستغربة يوم اليتيم وأنا ليه أركز على اليتيم وليه أحسسه أنه هو فعليا هو يتيم ولازم يتعامل مع الواقع بمرور الوقت وبمساعدة جهات كتيرة على رأسها الإعلام المصري بدأت الفكرة تجد قبول عند الناس بدأت الناس تستوعب أكتر حتى بعض الناس اللي كانوا ضد الفكرة في البداية هم دلوقتي من أوائل المشاركين معنا سنويا وهيكون في تغطية إعلامية من جميع القنوات وتأكيد وتشرفونا إن شاء الله في اليوم ده في تغطية إعلامية في الحفلتين في المؤتمر الصحفي وفي الحفل الرئيس إن شاء الله ربنا معاك ويقويك كلنا إيد واحدة نشارك بعض فيهمنا وفهمنا وأفرحنا وكل حاجة بشكرك أستاذة صحر وإن شاء الله أشوفك المرة القادمة وأفكار جديدة وإن شاء الله أسمع كمان إنه بيكون فيه رعاية أكتر وخدمات أكتر لتكون بتقدم اليتيم بشكرك شكرا لحضرتك مشاهدينك معنا الأستاذة صحر الشربيني أحد من رظمي احتفالية عيد اليتيم يا جماعة أول جمعة من شهر إبريل أعدا قد أنه خلاص إحنا كلنا بقينا عارفين اليوم ده بالتحديد هو بيشير لإيه وبينم على إيه كل الناس اللي عايزة تشاركي يداروا روحوا يحتفلوا مع الأيتام الموجودين في مصر كلهم شوفكم بعد الفاصل اللي اسم كاملين مع بعض مع كريم خطاف في الفقرة اللي جاية اشتركوا في القناة